السلام عليكم متابعين الكرام يهلا ومرحبا فيكم فيديو خاص عن نتائج مباراة الأسبوع الأول كاملة راح نحكي كل التفاصيل اللاعبين اللي يسجلوا الأهداف كيف كان الأهداف كيف كان مباراة الأسبوع الأول راح نحكي بهذا الفيديو باتمنى تدعمونا الفيديو بلايك وتشتركوا بالقناة وفعلونا زر الجرس وكمان أصدقائنا على الفيسبوك راح بتشوفوا ملخصات للفيديو هذا على صفحة رزمية على فيسبوك كالشير مع أبو هاني تنويه صغير قبل انطلاقة مباراة الوحدة ووظيفه نادي الجزيرة بأربع خمس دقائق أنا صورت هذا الفيديو مع العلم أنه فريق الوحدة كان بالملعب مع الطاقم التحكيمي فقط يعني قد يكون 90% انسحاب فريق الجزيرة من هالمباراة وبين هات الفيديو عندي كلام كتير مهم راح أحكيه بخصوص هذا النادي المظلوم واللي ظلم نفسه وسريع وراح نبلش المباراة الأسبوع الأول ومع العلم كان عندنا اتنين ريمون تادا بهالأسبوع في دمشق وفي حماء عم نشوف ريمون تادا التفاصيل بداخل الفيديو وراح نبدأ مع بعضنا بالمباراة الأولى يلي جمعت فريق الطالعة ووظيفه نادي الوسبة يلي انتهت اتنين واحد لصالح نادي الوسبة بهاي المباراة شفنا ريمون تادا بأول أسبوع من هذا المسم مجرد المباراة تقدم فريق الطالعة بشوط الأول عن طريق اللعب محمد نور خميس هذا اللعب صراحة المبدع دائما عم نشوفه عم يسجل أهداف مع نادي الطالعة خبرة لاعبي نادي الوسبة كانت موجودة من هالمباراة وبطيلة فترة المباراة كان فريق الوسبة له فرص ولو جمال تكتيكية ومن هالفرص العديدة لفريق الوسبة حسن الكابتن والرفاعي يسجل هدف التعادل لفريقه في المجرد الشوط الأول فالشوط الأول عم ينتهي بتعادل إيجابي واحد واحد مباشرة الفريقين نزلوا على أرضية الملعب الأفضلية كانت للوسبة وبعد فترات المباراة كانت لها الطالعة صاحب الأرض وضيافه ولكن محمد قلفاط لاعب نادي الوسبة كان له كلمة وجاب هدف التقدم وبعد تسجيل الهدف الثاني لفريق الوسبة عن طريق اللعب المحكينة محمد قلفاط فتصبح النتيجة 2-1 فهون صارت ريمون تادا لصالح الوسبة فأيزا مبروك للوسبة وهرد لك للطريقة فريق الطريقة مشتهد إن شاء الله تعودوا بالمراحل القدمي لسا الدوري طويل ولسا عملها بأسبوعنا الأول وخلينا نروح على ملعب الباس المباشرة يلي كان فيها ديربي مصغر ما بين حطين وضيفه ونادي الجبلة اللي انتهت بفوز كتير كبير لصالح نادي الجبلة 3-0 نتيجة كتير قاسية على عشاق فريق حطين وسجل أهداف نادي جبلة بهذه المبارة محمود البحر وسجل أهدافين الكابتن عبدالقادر عدي فإذا حطين هم يخسر بنتيجة قاسية للأمانة فجمهور حطين منهم متعود بهذه النتيجة كتير كبيرة أمام الجبلة وشفنا بي حضيرات فريق حطين قالت الكابتن المصعب محمد وتعيين مدرب جديد ومن هالكلام فهذا الشي اندل يدل على فيه مشكلة بإدارة حطين فمتمنى تحفيق الأنون إن شاء الله بالمباراة القادمة فإذا مبروك لجبلة وهرد لك لحطين ومباشرة نطلع شوي على دمشق وفيها ديربي من نوع خاص ما بين المجد وضيفه نادي الجيش أو الجيش ضيفه نادي المجد المباراة عم تنتهي اثنين واحد لصالح نادي الجيش وكان فيها نادي المجد متقدما وسجل هدفه الأول عن طريق اللعب نضال محمد ولكن مثل ما حكينا كمان خبرة وقيمة لاعبي نادي الجيش إذا شفنا لاعبينا الجيش أو شفنا الأسماء بصراع أسماء مخضرمة أسماء دوليين أسماء كبيرة كانت لاعبي محتلاثين وسجل هدف التعادل لنادي الجيش محمد صهيوني ولكن شاءت للأقدار أنه يكون فيه هدف حكسي لشمس الدخيل على فريقه وفريق المجد فإذا ريمونتادة جديدة نشوفها بهذا السبوع الأول وخسارة المجد بأول مباراة لألو شفنا بالفترة الماضية بصراحة تعلق نادي المجد أحقق لقب كأس الصعافيين على السبب نادي الكرامي فإذا مبروك لاللهجيش وهارد لك لعشاق نادي المجد مباشرة نطلع على حمص يلي كان فيها كلاسيكو الكراسورية يا سلام وأكيد في كتير ناس رح يتمسخروا عن هالكلمة وبخصوص هالكلمة كلاسيكو الكراسورية يا حبيبي بدك تعرف شو معناة الكلاسيكو رجع للتاريخ التاريخ بيقلك شو معناة الكلاسيكو يلي كان فيها الكرامي عم يستقبل القلع الحمراء نادي الأهلي حلب حام لقب كاسي جمهورية بالموسم الماضي وإن براعة تنتهي وعصفر لصالح نادي أهلي حلب يلي كان فيها بصراح فريق مميز شفنا شفنا لامحات شفنا فنيات شفنا بشوضة تاني تكديك الكابتن مهر البحري يلي تبديلاته كانت ممتازة بصراحة الفريقين دخلوا على أرضية الملعب نحكي بشوضة الأول الأفضلية بمعظم فترات المباراة كانت لصالح نادي الأهلي وحتى الأرضية نوعا ما ساعدت الفريقين يقضوا مستوى جميل مثلنا حكينا كافة الأهلي كانت أرجح معظم فترات المباراة ومن الكرامة كان بصراحة المميز لعبينا للكرامة في بعض فترات المباراة كانوا مميزين ومن خلفهم الحارس الخبير والدولي والكبير الكابتن مصعب بلحوس يلي شال العديد من الطابات لكن بينقص فريق الأهلي اللمس الأخيرة دائما نشوف فريق هذا يوصل لمنطقة فريق الكرامة ولكن عند منطقة العمليات أو منطقة 16 كانوا يضيعوا طابات طابة يمين طابة شمال طابة فوق طابة تحت إلا أوكيكي في دقيقة 89 من عمر شوط الثاني وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة اللون تعالي هون أنا إلي كلمة المحترف الأول بالدول السوري عيب يسجل الهدف الأول فإذن مبروك للأهلي هارد لعب للكرامة تعودوها في المباراة القادمة ومثل ما حكينا أوكيكي لعب فريق أهلي حلب أول لعب أجنبي عيب يسجل بهذا الموسم فإذن هدون نتاج مباراة اليوم ما فين أعطيكم الترتيب لأنه ترتيب بالرساعة شوائي ومن نوع هون تم تأجيل مباراة الفتوة وظيفه نادي تشرين والمباراة مثل ما حكينا مباراة الوحدة والجزيرة مع الأسف شديد رسالتي موجهة لكل محبي فريق الجزيرة العريق اللي عنده أسماء حلوة بصراحة منشوف بعض الأسماء الجميلة التي تخرج من الحسكة وموقعها مشلي طيب اقتراح بسيط وانا حكيت هذا الاقتراح من ثلاث سنوات تقريبا لماذا لا تعمل اندي ماتش دمج الانديين صح القول عندك الجزيرة نادي عمودة ونادي الجيهات ثلاث اندي كبيرة بصراحة يفرخوا لاعبين لكل الدوري السوري دائما نرى حاليا بالمنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب ليش بصراحة شي مكلف لاني الفرق الثلاثة عم يكلفوا محافظة الحسكة شي شي فوق الخيال تمام ومنطقة يعني الله يكون بالعون بعيدة نوعا ما ثانيا اندي ماتش الاندي الثلاثة تحت مسمى نادي الحسكة عسبيل المثال وغير الحصر تمام نادي الحسكة نجمع إدارة الاندي يتحدو يصيرو نادي واحد بدل ما نصرف كلها الاموال على نادي الجزيرة العمودة الجهاد وباقي الاندي لا منجمع ثلاث رؤساء ثلاث عضاء طبعا إدارة الاندي كلتا نجمع بنادي الحسكة تمام فمنصرف كلها الاموال على نادي واحد لعله وعسى يسبك بالدوري درجة الممتازة فإذا هذا الفيديو اليوم وهذا اقتراحي البسيط إن شاء الله ينال عجاب الناس ومثل ما كان أصدقائنا على فيسبوك اليوم التالي رح مننزل مقطع صغير عن المباريات على صفحتنا الرسمية على فيسبوك السلام عليكم ومتابعين الكرام